اهلا لبناء. تحية كبيرة لكم مجددا من قناة حلويات ام عبد المغيت فيديو اخر كي يجمعنا بكم على القناة اللي انتمنى ان يكونوا عند حسن ظن ديالكم. اليوم دائما في اطباق سلسلات بلادي المغرب او لكذلك شهيوات بلادي المغرب. غني انقدمونيكم صفة ديال لعراسة ديال المناسبات بلا سبعات ديال تفوئرات. مكونات سهلة بسيطة طريقة حصرية. ماشي بحل صفة اللي كنصوبه في الدار كذلك. ماشي بحل دكشي اللي كنسمعه او الوصفات اللي كنشفنا. انا شخصيا خليصة من عن طيبة مغربية جديدية. اه كان طيبة في العزو ديال. شيخ الله يرحمه يسع عليه ويجعله لي في ميزان حسناته. ما سمحتش الظروف باش غني نسجل معاه لكن هادشي ما خلانيش ان هني غادي انتردد. ما خلانيش نتردد ونسول على طريقة اللي انقلتها لكم بكمية اقل ماشي بحلية المناسبات. ولكن طريقة سهلة ومو بسطهم اللي غادي تجربوها. غادي تجربوها الخبار ومكونات اللي كي يستعملوها كي تجيها رائعة وجد لديدة. نتمنى انكم ما تتنقزوا تباقتي باقتي من هاد الفيديو اللي انا هو جد مهم ومفيد وحصري. وغادي يفيدكم صدقوني وانتو ما غادي تلمسوا هادشي في الاخر ديال الفيديو من اللي غادي تكملو الفرجة. نتمنى انكم تتبعوا معنا. حاولت اناني سرع الفيديو ما امكان. كذلك نقص منو ما امكان. باش ما يجيكمش طويل. ولكن نتمنى انكم ما تتعطيونش بيه من وقتكم وما تتبخلوش هيدينا. وتفرجو في الفيديو كامل وترضو عين الخبار من اللي تجربو هاد سفا. نبدأ على بركة الله. بسم الله غادي ناخد كيميا ديال السفا انا شخصي هنا يعندي كيلو. دهنتو بسيط اللي تكون من مركة جيدة. باش ما تبقاش لي هادك ريحة مجهدة. فاسفاتي يالي. غادي اندهنها كاملة او لنبس بسها. اللي بنات كده نحقوا على دين بس بس. غادي نبس بس بيها اه سفا كيف ما كتشوفو. بعد ذلك غادي نوضعها في الكسكاس ديال البرما الفوق. والبرما اكيد غادي يكون فيها المال اللي طيب قبل. مع العلم ان المركة ديال السفا كتلعب دور كبير. خدوا مركة اللي جيدة. وكذلك حتى بالنسبة الزيت. غادي ردها تفور انطلق. هنا هي كيف ما كتشوفو من بعد ما فارت السفا ديالي. غادي ناخدها. غادي ناخد دروري ما تشوك بحال هكا او لا. توقف يعني تعطيها الوقت في الفار. غادي ناخد الكسكاس وغادي نقلبوه في المال اللي كان كيفور للتحت. غادي نخوي فيه السفا كاملة. هناك ما كتشوفو لما ما تلقتش في البيوضة لان السفا من مركة جيدة. غادي نخلط. ما غاديش نخليها مدة طويلة. لكن شوفو هنا يلمام ما رجعش عندي بيض. آآ بقا كيف ما هو في اللون. يعني ماركة ديال السفا كتلعب ودور كبير في النجاح ديال هاد الوصفة. غادي نخلط مزيان خسين بقا نحرق. هناك كيف ما كتشوفو كنحركها مزيان. هناك كيف ما كتشوفو بالنسبة آآ ديال العود كتكون ديك اللي يعني فيها الفرق ماشي اللي كان نقلبوه به الحرشة او لهذا. باش ما كتبداش تعجينها لك. شوفوها. كنقلبها في الكسكاس بها الطريقة. وكنحاول ان نعني نصفيها. ما تخليوهاش مدة طويلة. ما نبعد غادي ناخد المبارد اللي غادي يكون من تلاجة. وغادي نخويها عليه كاملة يعني تطوى من الفق باش تحبس تياب ديالها وما ترغضش ضروري لما يكون في تلاجة. وغادي نبدأ نصفيها مزيان من الكسكاس. هناك كيف ما شوفو غادي ناخد هاد المع القادية اللي غشب. وغادي نبدأ نصفي فيها اولا نخلطها. غادي نردها باش غادي يتفور للمرة الثانية. الاهم هو ان المي يكون بارد من تلاجة. وكذلك ما نخليش فيها الماء في التفوار. من بعد غادي ناخد واحد تنجرة غادي نوضع فيها الزيت اللي غادي تكون عادية. غادي ناخد واحد طيار ديالتجاج اللي غادي تخليها فوق البوطة. ورجوه باش نكملوا باقي المراحل ديالنا. هنها هيا غادي ناخد واحد من بعد ما تقلاتي البصلة. غادي ناخد واحد الطيار ديالتجاج اولا اه تقريبا انا هناخد كيلونس على حسب العائلة قليلة. انتم يمكن لكم انكم تديروا جوش كيلو غادي يجيكم زيانة. غادي تحيدوا لها لعدم هادي طريقة ديالي كنت قندرتها بالنسبة للبصلة. ديالتجاج واكيد ما بغيتو. انا نخدمها معكم. يمكنكم تخلي نضيف كذلك القزبر و المعدنوس و اكد بانه دجاج مديزوسي باش ما يمحناش من يكونوا انفرتوه سوف نخلط مزيان فهذا الاثناء ناخد واحد الكاس سوف نوضع فيه زعفران حر و اللي هو سير ديال لده ديال الدجاج بجي نزوينا بالنسبة الناس اللي ما منتوجه عندهم زعفران حر يمكن لكم انكم تديروا الضويمة ديال اللي بنا هنا هيا غدا ندير شوية ديال زعفران و نخلي ليه الماء و نخليه يطلق جانبا هيا كيف ما كتشوفو غادي نخلي الماء و نخليه يطلق ليه في الخليط نوضعه جانبا من بعد ما شحرت دجاج ديالي و البصلة غادي نضيف حوية ديال زيت العود كذلك غادي ناخد تومال اللي غادي نقطعها نضيفها من فوق الخليط جيدا نقطعها رقيق غادي نضيف زعفران في الماء انا شخصيا ما غاديش نستعمل هنا ايال ملوين او لما غاديش نستعمل ملوين الاصطناعي اللي انكم عارفين مو ندير للصحة استعملت غير زعفران والخرقهم اللي عادي الله يجعل البركة غادي نضيف شوية ديال الماء اللي غادي يقوم طيب قبل غير شوية و غادي ندرب حسب انا البصلة راها كيتزاد كتزيد الماء غادي نرجع على الثاني السفة ديالي غادي نوضعها من بعد ما فارد غادي نوضعها في واحد القصرية كيف ما كتشوفو ما نخليهاش في الكسكاس باش متع الجنش يعني وقت ما بغيتها عادة نخدم بها غادي نوضعها في واحد القصرية ونحاول انني نحلها يعني ما تبقاش هكاكين شي فوقش نحاول انني نبردها هنا هي كيف ما كتشوفو من بعد ما برت سفة ديالي غادي نضيف الزبدة اللي غادي تكون ضروري 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 ديال العبار يعني تكون حيوانية شوفو الكيمية انتم اللي بغيتو غادي نضيف شوية ديال السكر غلاسي والاهم هو او للمكوين اللي سري ورائع هو مظهر من نوعية جيدة ما تاخديش لي ديال ثلاثة دراهم واربعة دراهم وثمانية دراهم خودي ماركة اللي مزيانة اللي كتش مفاني طريح هذه الزهر باش غادي تهرس لنا هذاك الماداق ما غاديش يجي في هذاك الماداق ديال مرة غادي مزهر رائعة وغزالة انا شخصيا دقتها ما زل بقى محمقاني لحد ديالان غادي نخلط مزيان المكونات اللي عندي كيف ما كتشوفو وانا كنبرد بالنسبة للعصى ديال العود اولا مع القلد ديال الخشب ديالها سنانها اللي محلونين ما تديروش اللي عريضة باش ما ترغضنش ليكم او لا تعجليكم سفا ديالكم كذلك خليت اللوز اللي سلقته في المبارد قشرته خليته برد شوية وقليته في زيت باردة وديري بحساب انه غادي ترجع عليه الحرارة في الحمار حاولي انا كيتخليه شوية بيض باش يلا كيتذهب لك اللون دياله هنا كيف ما كتشوفو اللون كيف ولا عندي اولا كيف سبح غادي نخليه حتى يبرد وانتحنوه مع شوية ديال مسكة شوية ديالسانيضة على حسب الضوء وشوية ديالقرفة هنا ايام اللي طاب الدجاج غادي ناخده وغادي نبدا نفرسط فيه به هاد طريقة فريط تعتلي صغاري كيف ما كتشوفوه ما كتخافيش من العضو ما يدوزو لك كذلك كتبقى عندك دغياء كي طيب مختلف على ملكة الرميد الدجاج كامل من بعد غادي ناخد صفا من اللي نبغي نقدمها غادي نعود نطلع فيها الفورة غادي ناخد صفا غادي نوضع غير واحد الكيميات تحت غادي ناخد هذيك المرايقة جيالي اللي عقادة اولا اللي وقفت في الطياب غير البصلة بوحديتها وغادي نسقي بها صفا اولا كيف ما كتشوفو هنا يا تسقة كاملة انا شخصيا هنا غير مع تصوير كان ماشي الفلاش هادا كشي هلاش ما جاتش بيهنا وماشي بشرط اننا نديرو الخرقون ديال الاسميتو ديال الاسطناعي من بعد الشول هنا يلون ديال الجاج كيف جاء غادي نوضعها من فوقه من فوق البصلة من بعد غادي ناخد كيمياء خرط بقاف الرشاق ليلا ديال سفا من كترش غادي نوضعها الوسط انا شخصيا كنشوف انا طيار ديال الجوش كيلو اولا الجوش كيلون صراح كافي بالنسبة ليز كيمياء انا هني غير كيلون صورة جد جاج بين فيها من الداخل انا كما كتشوفو درت طبقة اخرى فرشا ديال سفا غادي نوضع من فوقها غادي نحاول انني نديرها تفجناب غادي نوضع من فوقها جاج باش ديني مقبة انا كتشوفو بغيت فيها هادي كتشوفو قدرت غير الوسط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهناي كف ما كتشوفو غادي نوضع اخر كيمياء دي السفا ديال عند الفوق غادي نخلي الكيميا من الفق هي اللي كتر ونبدأ نغطي بفرشاق خفيفة بالنسبة للجناب. انا حتيت هنا بالمعلاقة وعادة غادي نكمل بيديل انا كيف ما كنتشوفو سخونة اه اللي في جناب تكون غير فرشاق اللي خفيفة باش يبقى بيلي يرجاش. نحاول انا ننقدر اولا فين القصرية دياني من جناب ما نخليهاش مشاع نفا. غادي ناخد هادا اللوز غادي نوضع واحد الكيميا الفوق او لوحد الحدبال فوق كيف ما كتشوفو. وغادي نحسافض بكيميا اخرى منو. هناي اللوز ماشي هار ماشي تحنتو مزيان غير هارمشو فقط. هناي غادي نضيف القرفة البلدية كجارة اعاف مع سفكة وتمعها بزفن. غادي نضيف كذلك سكر غلاسي ما الافضل اناكم بديروا سكر غلاسي سبيسيال باش ما تشربوش لكم سفا عكس سكر الاخر دغية كي يدوب و ما تيبقاش بين في السفا ديانا. بالنسبة الناس اللي معنى بسكر غلاسي سبيسيال يمكن لكم انكم تخلطوا سكر عادي مع انشاء وتستعملوه. هناي بدرت سكر غلاسي. من بعد غادي ناخد كيميا اللي بقات ملوز لمسلوق ومقلي. وخليتو هاكا كينسين. وغادي نبدأ نزوق بمجرابي. يمكن لكم انكم ديروا المشماشي مكليكم انكم تزوقوا بالطمر. تزوقوا كذلك. بالويد يسمان تمور رغبا ديانكم. انا اخذ شخصيا اخذكم بالجياة. بقى محتفظة على الزواق القديم. انا هي كيفما كتشوفوا عدو الشكل نهائي دي استفادية او لو وصلنا لتقديم نهائي ديالا. كي جي رائع والجيد كذلك صدقوني انكم كتعتكم كمية اكتر. نتمنى انكم كذلك تجربوها ما تبخلوش عليها. اكيد تقسلنا معكم عدة اسرار اللي بغامو مفيدين. واللي غادي يفيدوكم كذلك في اطباق اخرى كذلك بحل بساطة لاشياء اخرى. نتمنى انكم تجربوها لانها فعلا تستحق التجربة. دعوات الخير منكم ما تنسوناش بها. اذا تشبتو ان الفيديو كي استحق وكي سهل ما تبخلوش علينا. بالضغط على زر لايك تشجيع وكذلك. تخلو لنا لكم موطق ديالكم والاراء ديالكم الانتقادات البناءة باش نزيدو نقدمو اكتر والافضل والاحسن. نعيدكم بالجديد ان شاء الله باذني الله. شكر خاص لكم تتبعكم الفيديوهات والقناة. شكر خاص لكم للانضمام. بالنسبة الناس اللي تصدفوا مع الفيديو. الف مرحبه بكم ما تبخلوش علينا. بانضمام للقناة باش هكا عائتنا تكبروا القناة مليونية بفضلكم. فضلت تشجيعاتكم مجهود منا وكذلك تشجيع منكم اكيد غادي نبنيوا قناة اللي كبيرة. نتمنى انكم ما تبخلوش علينا. تحية كبيرة لكم. نقول لكم صحا و الراحة. و الى اللقاء في فيديو اخر طبق اخر. ان شاء الله باذني الله رافقتكم. اشتركوا في القناة.